اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح أسيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة أعلنت الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول عددا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بالأنشطة والمهام التي تنفذها القوات المسلحة للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحماية مصالحها الاستراتيجية أضاف بيان الرئاسة أن الاجتماع استعرض المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة فضلا عن تداعياتها على الأمن القومي المصري كما جرى استعراض الجهود والمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية داخل قطاع غزة وخلال الاجتماع ثمن الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر ومؤسساتها الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة كما أعرب الرئيس المصري عن اعتزازه بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي شكرا